طب إيه رأيك في أغاني مهرجانات؟ حلوة مش وحشة هتستمر ولا هي موجة أو خلاص؟ ما عرفش هتتسمعيها لابنك؟ بكلماتها كلها؟ هو يعني ساعات بيسمع حاجات وساعات لا ما عندي كيش محزير إنه لا أه؟ أيمن متفرجش على كذا؟ أيمن ما تسمعش كذا؟ عندي محزير طبعا أكيد عندي محزير لأسباب المحزير إيه بقى؟ أنا دلوقتي يهمني إنه هو يعني بيكون شخصيته دلوقتي طبعا تكوين الشخصية والحاجات اللي بيستقبلها بتتخزن في عقله الباطن وهتكون شخصيته وهتكون يعني مفاهيمه فببقى حذرة إيه اللي بيشوفه إيه اللي بيسمعه آه، بس بعد كده شوية هسيبه براحته يختار ويسمع ويشوفه اللي هو عايزه بس هو دلوقتي في مرحلة بناء الشخصية فهتحدي بالك هو بيستقبل إيه؟ بالضبط هو زي ما بتبقي مركزة وانتي بيأكل إيه؟ بيشرب إيه؟ ينام بدري يعني مثلا أكيد أنا مش هفضل وراء لما يكبر له نام بدري بس أنا يهمني إنه ينام بدري دلوقتي لأنه دلوقتي جسمه يهمه يهمه؟ صحيح؟ فلازم ينام بدري ويصحى بدري فيه حاجات إحنا بنبقى مركزين فيها في مراحل معينة بغرض طربوي مش بغرض أن الصح والغلط أو التحكم والغلاسة أو التحكم والغلاسة زي ما الجيل الجديد يقولك أنت متحكمة وغلسة؟ لا بالعكس أنا يعني حتى بفهمه يعني هو ساعات بيأتي يطلب مني حاجات يقول لي أنا عايز مش عارفة أعملي أو أنا عايز أشوف إيه؟ أقول له مش هينفع دلوقتي يا روحي علشان أنت دلوقتي لسه صغير والحاجات دي هتأثر على طريقة تفكيرك وشخصيتك بتتكون ويقول لي ما أنا عارف إنها غلط وأنا مش هعمل أنا بس بتفرج أقول له لا هيتخزن في عقلك الباطن وهيأثر على سلوكك بعد كده يعني حتى يهمني بتشرحي؟ آه طبعا يهمني يفهم ده لأ ليه؟ علشان ما يطلعش بني آدم اسمها إيه؟ يعني يتقال له لا أو خلاص لا فاهم عارف جدا